مباشرة من القاهرة أستاذ إسلام عنان يعني على الرغم من أن الاهتمام بهذه الصناعة الصناعة الأدوية كان دائما موجود ولكنه بات أكثر وضوحا الآن مع فيروس كورونا هل برأيك هذه الصناعة باتت استثمارا مضمون النتائج؟ هل ذو ربحية عالية مقارنة مع الصناعات الأخرى؟ أهلا وسهلا ومسائل خير ومسائل خير لكل ضيوف كالكروم ومشهدين فرانس فانكاتخ وفعليا تجارة الأدوية هي استثمار جيد ولكن لو بصينا على بالأخص صناعة اللقاحات هي اللي بيبقى دايما فيها ريسك أو فيها مخاطر عالية جدا في الأرباح يعني إحنا لو تذكرنا مثلا إحنا لما بيبقى فيه لقاح بينتج له وباء بيبقى مش معروف هل الوباء ممكن مثلا ينتهي قبل انتهاء صناعة اللقاح زي ما حصل في سارس يعني سارس كان فيه محاولات لصناعة اللقاح وبالفعل فيه معمل أنتج لقاح ولكن كانت الجائحة نفسها انتهت فكانت الخسائر هائلة فدايما الناس كانت بتخاف أنها تخش وتبتدي تنفست وتبتدي تحط استثمارات في اللقاحات حاليا اللي احنا شايفينه أن ده ما حصلش احنا عندنا حتى الآن أكتر من 200 لقاح محتمل دخل جدول منظمة الصحة العالمية الشركات الكبرى بتبتدي حاليا توزع احنا موزعين أكتر من 210 مليون جرعة تم أخذها على مستوى العالم وهتستمر الجائحة لغاية 2023 على الأرجح بالتالي هتستمر الأرباح وهي هنا الفكرة كلها أن شركات الأدوية حاليا هي المطروك لها البحث والتطوير للقاحات وليست مطروكة للدول احنا لو كانت الدول هي اللي بتنفست وهي اللي بتستثمر في اللقاحات كان الوضع بقى مختلف ولكن هو مطروك لقطاع الخاص من زماني يعني الدول ما بتدخلش غير فقط أمريكا والصين هم اللي كان لهم الاستثمارات في اللقاحات غير كده أوروبا بالكامل لم يكن لها كدول أي استثمارات في اللقاحات بالتالي الشركات هي اللي كانت المنكز للجائحة وهي كانت الأمل الوحيد أنه بقى فيه لقاحات للأسف هم اللي هيبقوا متحكمين في السعر لأنها هي شركات هدفة للربح وده حقهم سنتحدث عن هذا الموضوع بتحديد عن ربحية هذه الشركات خاصة شركات صناعة الأدوية الأملاقة من لندن أستاذ بلال زعيتر أنت محاضر دولي في الأمن الدوائي سلسلة توليد الأدوية والمستلزمات الطبية هل بالفعل هذا الوباء كورونا هل قلب في نهاية المطافة النموذج الاقتصادي التقليدي رأسا على عقب هذه الشركات الكبرى التي تنتج هذه اللقاحات لها هدف واحد هو الربحية على الرغم من أن الأرقام حول الأرباح لازلت مبهمة وخفية نوعا ما طبعا بالتأكيد لا لأنه لو كان موضوع الربحية هو المعيار الوحيد لما كنا رأينا أي لقاح موجود في الأسواق دعني أعطي الأخوة المشاهدين فكرة عن حجم سوق الدواء العالمي نحن نتحدث عن سوق يبلغ على أقل تقدير تريليون دولار وهناك تقديرات تقول أنه 1.25% تريليون دولار يعني 1.250.000.000.000 دولار حجم سوق اللقاحات فيهم لا يتجاوز الـ 2% فاللقاحات تاريخيا هي غير مربحة وليست ذات شأن كبير في سوق الدواء العالمي هذا أولا طبعا الأسباب عديدة ويطول ذكرها ولكن بلغة الأرقام قبل 50 عام في الستينات كان هناك حوالي الستين شركة تصنع لقاحات في العالم حاليا هناك حوالي عشرين شركة فقط مصنعة للقاحات لأن سوق اللقاحات بشكل عام غير جاذب لشركات الأدوية هذه حقيقة يعرفها جميع المتخصصون الأسباب عديدة اللقاحات أولا تأخذ مرة واحدة تكلف التطويرها باهظة جدا وهناك رزق تحدث عنه الدكتور إسلام قبل قليل خطر صرف مبالغ كبيرة تصل قيم بمليارات دولارات وقد لا يتم الاستفادة منها ماليا عدا عن ذلك من هم زبائن اللقاحات بالعادة؟ زبائن اللقاحات هم الحكومات والمنظمات مثل منظمة الصحة العالمية الذين يفاوضون ويأخذون اللقاحات بأسعار قليلة فالفكسين بشكل عام هو شيء قليل الربحية وعندما نتحدث عن أرقام 30 و40 مليار دولار قد تبدو لغير المتخصصين أنها أرقام ضخمة رقم مثلا 15 مليار دولار أرباح فايزر من لقاح الكورونا هو رقم ضخم لغير المتخصص ولكن من أصل تريليون دولار حجم السوق هو لا شيء إذا نظرنا إلى خسائر الجائحة هذه الجائحة كلفت البشرية لغاية الآن خسائر بقيمة 8 تريليون دولار 8 ألاف مليار دولار فبالتالي إذا صرفنا 30 أو 40 مليار دولار على اللقاحات هذا لا شيء عدا عن ذلك يقال دائما فتش عن المستفيد الأغلب يعتقدون أن المستفيد من هذه الجائحة هم شركات الأدوية واللقاحات ولكن من يرى قطاع التقنية هو المستفيد الأكبر الشركات التقنية هي التي تضاعفت قيمة أسهمها عشرات المرات إذا رأيت قائمة أكبر 20 مليار دير في العالم ستجدهم ليش أصحاب شركات أدوية ستجدهم أصحاب شركات لها علاقة بالتقنية فأنا باعتقادي أن العالم يركز على شركات الأدوية والاستفادة الاقتصادية منها وهذا الكلام صحيح فحق الربح هو حق طبيعي وهناك استثمارات لمليارات الدولارات ولكن شركات الأدوية ليست المستفيد الأكبر من هذه الجائحة حتى إن صح التعبير هي أرباح وهي فتاة مقارنة بالقطاعات الغيرها والتقنية على وجه الخصوص نعم إذا الفكرة واضحة هذه الصناعات ليست الدجاجة التي تبيض ذهبا كما يقول الكثيرون أستاذ غسان سعيد من ميشيغان هذه الصناعة تشهد نموا كبيرا حاليا صناعة الأدوية هناك بحوث كبيرة فيما يتعلق بالتكنولوجيا أيضا في هذه الأسواق العالمية الكبيرة هل سنشهد برأيك نزوح هذه البحوث وهذه الصناعات نحو الدول النامية بالنظر إلى تكلفة الإنتاج المنخفضة في هذه الدول كالهند والبرازين مثلا مساء الخير لضيوفك الكرام ولك ولمشاهدين أول شيء زي ما تفضلوا ضيوفك اللي تكلموا قبلي صناعة اللقاح والاستثمار فيها هي صناعة غير مربحة لسبب أن تطوير اللقاح يأخذ من 5 إلى 7 سنوات حتى يتم تطويره إذا نجح فلذلك الشركات الكبرى عندما بدأت جائحة كورونا كانوا مترددين في الاستثمار وفي أنهم يستخدموا التكنولوجيا تبعهم في تطوير اللقاح لكوبيد 19 فلذلك الحكومة الأمريكية والحكومات الأوروبية ومش بس الحكومات كمان المؤسسات زي بيلغيت فاونديشن زي علي بابا حتى أشخاص معينين يعني تبع جوجل كلهم يعني شاركوا وشجعوا هذه الشركات وضخوا أموال طائلة يعني ترامب بأمريكا 900 مليون دولار ضخط بشركات موديرنا وفايزر وغيرها لإقناعهم بتطوير استخدام التكنولوجيا لتطوير اللقاحات فأنا لهذا السبب أنتج لقاح أو لقاحات عنا الآن حوالي 220 لقاح موجودة في السوق منها 50 لقاح في المرحلة السريرية الثالثة فنجاح اللقاحات واستثمارها وكمية الموارد التي ستجنيها شركات الأدوية من وراء اللقاحات ستكون تعتمد على عوامل كثيرة أهم عامل فيها هو كم سيستمر نسبة المناعة في جسمنا للقاح للفيروس يعني إذا أخذت اللقاح كم سيستمر نسبة المناعة إحنا نتكلم عن ستة شهور لثمانية شهور حاليا ممكن نتكلم عن سنة يعني أقصى حد ممكن نتكلم عن سنة لذلك إذا كان إذا حدث أنه لقاحات كورونا حتصير موسمية زي لقاحات الإنفلونزا ومحتاجة لجرعة محفزة كل السنة فهتكون طبعا مربحة لشركات الأدوية والاستثمار فيها حيكون يعني أكبر بشكل الله مربح نعم نعم الفكرة واضحة حتى نمر الآن إلى بيروت معك إسماعيل سكري رئيس الهيئة الوطنية الصحية في لبنان في نهاية المطاف يعني نتحدث عن هذه الصناعة بمليارات الدولارات ولكن فيما يتعلق باللقاحات من سيدفع هذه الفطورة هل الحكومات أم في نهاية المطاف ستدفع من جيوب المواطن سواء تعلق الأمر بالدول العربية أو غيرها من الدول أولا تحية إلى كل ضيوفك أسمح لي مرر بالأول كلمتين عن شركات الدواء ولأنه قدمت من الضيوف الكرام بكلام كتير محترم ومهم طبعا ولكن قدمت شركات الدواء بشكل إنها كتير هيك بريئة ومسالمة من السعي للربح المالي إلى آخره وهذا تضحضه وترفضه الدكتورة مارسيا أنجل عشرين سنة مديرة أهم مجلة طبية نيو إنجلد جيرل أوف ميديسن بكتاب طويل عريض كيف باختصار كانت شركات الدواء كيف طبعا سعوا وزادوا لعشرين سنة براءة الاختراع وقبل ما تخفز براءة الاختراع كيف بيدوروا الزوايا أو بغيروا مجرد نيوكلس وبيقدموا لك دواء هو شكله مختلف نفس المضمون وبيحصدوا مليارات الدولارات مرة ثانية بالأشرين سنين هذا كله موجود هذا لحاله بده حلقة طويلة وفي كتب بين إيدي موجودة وقارئها تماما إذن اللي بدي أقوله إن أزم نواكب كيف الكورونا اللي اجتاحت العالم بهالسرعة هذه ورح تضرب الاقتصاد الوسطي وتنمى الشركات الأوية الكبيرة البيج فارما من الشركات الإدوية والشركات التكنولوجيا هذه السوفتوير والسوشال ميديا والآخرية وحتى شركات الأغذية وغيره وغيره والمستلزمات الطبية حيصير في شركات ضخمة هي يماسكي وفي فقر سيزداده فقرا عودة للقاح اللقاح إذا منلاحظ فايزر ومدرنا كيف نعمل بسرعة وستنفر الإعلام بشكل جنوني بالعالم وواكبه وعيد وتهديد إذا ما بتاخد اللقاح ممنوع تسافر ممنوع تدخل مطعم ممنوع تبعث أولادك على المدرسة إلى آخره وكبه رعب منذ البداية ما تمسك الباب ما تقد فلوس بيدك ما تلمس الطاولة ما تعمل ما تبين كله ما له أساس علمي كله هذا هدفه لحتى يحصده أكبر ربح ممكن أنا بلاقي لحظة صغيري من جمعة بالجيس بالجيس اللي صار بيحكي بالطب أكتر من غيره قالنا أنه سنعود أستاذ سكرية سنعود سنعود لمواصلة النقاش بعد قليل ولكن بعد فصل إخباري ثم نعود لمواصلة الأسبوع الاقتصادي أهلا بكم مشاهدين من جديد في الجزء الثاني من الأسبوع الاقتصادي نوصل لنقاش في حلقة اليوم عن صناعة الأدوية وأيضا عن صناعة اللقاحات في العالم وعن المستفيد والربح الأكبر من هذه الصناعة وكنا قد توقفنا في الجزء الأول معك من لبنان أستاذ إسماعيل السكرية كنت قد سألتك عن من سيدفع فاتورة هذه اللقاحات وهذه الأدوية وخاصة في الدول النامية والدول الفقيرة نعم سيدفع الفاتورة المواطن هو اللي سيدفع الفاتورة وكمان مش بس الدول النامية إذا نتذكر بإنفلونزا الخنازير H1N1 اللي حصد 18 مليار دولار اتلقى 5 ملايين مواطن فرنسي على جراء متعددي متعددي ودفعوا يعني رفعوا الضرائب على المواطن الفرنسي وقت الدولة الفرنسية وقامت الضجي والرفض لهذا الموضوع كله سوا كذلك رح ضرائب حزيد وهلأ بفرنسا حيرجعوا عندك يرفعوا ضرائب بالدول العالم التالت مثل أننا نحن المواطن هو حيدفع الدمن يعني أننا باللبنان مثلا جزء منه قرد من البنك الدولي هذا دين وجزء آخر دفعت شوية الدولة اللبنانية كمان هذا بدولة تعاني ما تعانيه من انهار اقتصادي والآخرة المواطن هو الذي سيدفع أنا كنت بس بالدقيقة بس الفكرة اللي كنت أقول أذا سبحت لي أنه لما أنه لما لما حد يعني لما قدروا يمرؤوا من قيام الرئيس ريجن وغيره أنه صارت يعني البحوث العلمية بتدخل من كليات الطب حتى تدخل بإطاءة الإحصاءات وبينعمل يعني يستفيد منه براءة اختراع ومسا كتل بكفار ما هذا الموضوع صفه ينزلوا كتير من الصرف اللي كانوا يصرفوه الكبير 30% إلى 35% كانوا يصرفو على إنتاج نوفيتد دراج ياخد معهم عش 12 سنة يحطوش مليار دولار على القليلة صاروا بعدين خفضوا كتير 10-15% وصاروا يقتمدوا على اللوبيينج وماركتينج يعني كان مع طبه ومع المجالس النواب ومع النافذين ومع الهيئات الصحية والآخرة والآخرة كل هذا الكلام لا يبرق شركات الدواء ونقدمها بكأنه والله بريئة وحرام دايما كتير في مغامرة أنه لا هالمرة عارفين شو عام يأملوا هيدا أسلوب الضغط والتهديد الذي لا يليق بالعلم أنه تقلي يا بياخد لقاح يا ممنوع تسافر ممنوع تروع على المطعم ممنوع تحرك برات بيتك هيدا ما بجوزين حكى بشكل طبي الإنسان إلو حق بيمارسه أنا طبيب أنا طبيب وبعرف في مرضى بقولهم بدنا نعمل هيك هيك عمل طبي بدك تمضي لي توافق بيقولك أنا ما بدي عم مسؤوليتك عم مسؤوليتك بمضي على مسؤوليته ما بده هذا حقه حقك إنسان أنا أوافق أو أرفض مش تهددني بهذه الطريقة هذه نعم إذن الفكرة واضحة وهنا أتوجه إليك من لندن أستاذ بلال زعيت الرئيس ماتي لما قاله الدكتور إسماعيل سكري وهو لا يوافقك الرأي بتاتا في نهاية المطاف هذه الشركات شركات ربحية نتحدث عن خمسة ربما ونصف تريليون دولار في صناعة الأدوية بشكل عام في العالم لماذا هذه الأسعار الأسعار الأدوية مرتفعة وخاصة في الدول العربية طبعا أنا أتفق مع الدكتور إسماعيل في جزء مما تحدث به البيك فارما أو الفارما اندستري هي صناعة تسعى إلى الربح وهناك حديث عالمي عن المبالغة بنسبة الأرباح طبعا هذا الشيء موجود ومعروف وهناك حكومات تسعى له وهناك قوانين براءة اختراع وقوانين منظمة التجارة الدولية طبعا الربح هو المحرك الأساسي للنظام الرأسمالي الغربي 99% من الاختراعات التي نتنعم بها لو لا سعي الشركات إلى الربح ولو لا حقوق الملكية الفكرية لما رأيناها فبالتالي لا يجوز أن نطبق هذا المعيار فقط على شركات الأدوية ونحاسبها على أرباحها وننسى شركات التقنية وننسى شركات السيارات وننسى الكثير الكثير من الأشياء هذا هو نظام عالمي قائم على الربح وهنا هذه شركات مساهمة عامة ولها لبيات ضغط طبعا هذا الشيء ليست فقط شركات الأدوية أو الفارما اندستري هي الوحيدة التي تعمله ولكن أنا أتفق مع الدكتور أن لها لبيات ضغطة وأن أرباحها دائما تحت المجهر ولكن دائما هناك تحيز ضد صناعة الدواء وكأنها الصناعة الوحيدة التي يفترض منها أن تكون صناعة خيرية طبعا تكلفة تطوير الأدوية في عالمنا المعاصر في النظام الغربي أرقام تتراوح ما بين الخمسمائة إلى ثمانمائة مليون دولار هذا بالمعدل طبعا بالنسبة لموضوع الإجبار على تناول اللقاح لا يوجد دولة في العالم أجبرت على تناول اللقاح هذا الشيء اختياري ولكن بلغة الأرقام دعني أتحدث أنه عندما يقول العلم وعلماء الأوبئة أن اللقاح هو سبيلنا الوحيد للخروج من الجائحة فهذه ليست من اختراع شركات الأدوية شركات الأدوية هي جزء بسيط من العملية هنا في المملكة المتحدة نعيش في بريطانيا حاليا حوالي 16 مليون شخص قد تلقحوا عندما نرى أنه هناك انخفاض 60% بالإدخال إلى غرف العناية الحتيثة فداتا سبيكس فورتسلف الأرقام تتحدث ولا يوجد إجبار لم أرى دولة في العالم تفرض اللقاح على المواطنين وتحدث الدكتور إسماعيل عن مبدأ الكنسنت موافقة المريض لم أرى بأي دولة في العالم قوات من الأمن والشرطة تذهب إلى بيوت الناس لتجبرهم أن يتلقحوا الفكرة واضحة هنا أردت فقط أن أتحدث عن صناعة الدواء في الدول العربية يجمع الكثيرون أنها تعاني تدهورا شديدا إن لم يكن فشلا أستاذ إسلام عنان هل بالفعل هناك قيود تحول دون تطوير هذا النوع من الصناعات في الدول العربية؟ هل هناك نية مبيتة من أجل أن تبقى الدول العربية غير مستفيدة من هذا النوع من التكنولوجيات من الصناعات؟ سؤال كويس جدا خلينا نقول أن عموما تصنيع الدواء فيه حاجتين فيه اختراع دواء وفيه إعادة تصنيع دواء اختراع دواء ده حاليا مطروك للشركات الخاصة مطروك للبيج فارما وشركات الأدوية حتى الدول تدخلها في تطوير الأدوية على مستوى العالم مش في الوطن العربية بس قليل جدا وابتدى زي ما ديو فكرون تفضلوا الفند للبحث والتطوير بيقل سنة بعد سنة وبيترك للقطاع الخاص طيب لو رجعنا طيب للدول العربية ليه إحنا لم نطور أي عقار أو لقاح في الفترة الأخيرة إلا يعني 2 أو 3 في آخر 20 سنة ده لأن تطوير دواء ده بيبقى عايزة استراتيجية كاملة من الموارد الموجودة في الدولة تستغلها شركات الأدوية بالاتفاق مع الدول ودي بتبقى تستمر من 10 سنين لوقات 15 سنة عشان نقدر نطور دواء أو لقاح واحد يعني بمثال بسيط ألمانيا مثلا أو أمريكا عشان يقدروا يطوروا أدوية أو لقاحات بيعملوا حاجة اسمها خطة بحثية الخطة البحثية هي أن الجامعات مثلا بتتعاون وبيجي لها فند من شركات الدواء ومن بعض الأماكن الأخرى أنهم يطوروا أدوية لقاحات تقدم تحول أو تضعف مجال البحث العلمي في الدول العربية لأن هذه الدول تنفق المليارات على الأسلحة تنفق مليارات على الحروب لماذا لا تنفق هذه المليارات على هذا النوع من التكنولوجيا والصناعات؟ زي ما كنت بقول ما فيش ضغط من دول معينة على الدول العربية أو في الآخر حتى هي مش مطروكة للدول الغربية أمريكا نفسها هم ده مشكلة كبيرة جدا أن هي مش بتتدخل في التطوير للأدوية واللقاحات ومطروكة للقطاع الخاص هي الفكرة كلها في هل في خطة لدولة ما في الدول العربية؟ أن هي تبتكر أدوية ولا تركز أكتر في عادة التصنيع فإحنا نجد مثلا أن مصر هي أكبر دولة بتعمل عادة التصنيع الأردن والسعودية وجزائر دول الأربع دول اللي عندهم إعادة تصنيع للدواء بصورة كبيرة فهي الفكرة كلها أن في دول ودول غربية متقدمة بتطرق فكرة التطوير لأن ما عندهاش شركات منشأ بتطور أدوية وهي بتركز أكتر في إعادة التصنيع فهي دي مش استراتيجية خاطئة دي ما فيهاش مشكلة هي الفكرة كلها أن لو عايزين نغير استراتيجية إعادة التصنيع لإستراتيجية البحث والتطوير دي استراتيجية مختلفة ومش لازم تكون هذه الاستراتيجية الصح لو إحنا ما عندناش الإمكانيات لها لو عايزين نطورها محتاجين يبقى عندنا خطط بحثية طويلة تلمدى بالتعاون مع الجماعات العربية ويبقى هو توجه الدولة كله التوجه من إعادة تصنيع الدواء إلى تطوير وبحث الدواء لو ممكن ما نبقاش محتاجينه ولو تكلمنا سبيسيفيك على الجائحة حاليا إحنا في دول في شركات كثيرة أسقطت حقوق الملكية الفكرية البيتنسي عن اللقاح عشان يحصل في إعادة تصنيع فبالتالي الدول اللي عندها إمكانية إعادة تصنيع تعرف أنها تعمل اللقاح من غير ما يكون عندها لازم آلية البحث والتطوير طبعا أحسن يبقى عندها آلية بحث والتطوير لكنها صناعة محتاجة سنين وسنين وشركات دواء تبتين تساهم فيها فمش لازم تكون دي من استراتيجات الدول زي ما في دول في أوروبا ما بتعملش بحث والتطوير من ميشيغان غسان سعيد سمعت إلى ما قاله كل من الأستاذ إسلام عنان وأيضا أستاذ بلال زعيد في نهاية المطاف المواطن هو من سيدفع هذه الفطورة فطورة اللقاحات وأيضا حتى فطورة يعني حتى فطورة الأدوية بالحديث عن هذه الدول العربية أسباب فشل هذا النوع من الصناعات في الدول العربية كما أسهب في تحليل ذلك أستاذ إسلام ألم يحن الوقت الآن لأن تغير هذه الحكومات من سياساتها وتستثمر في هذا النوع من الصناعات بما أنها صناعات مربحة في نهاية المطاف نعم هي المشكلة المشكلة اجتماعية معقدة أكثر من يعني من ما تبدو هي المشكلة تبدأ من الجامعات من نظام التعليم من الستركتور نحن عندنا في أمريكا زي ما تفضل ضيوفك الكرام عندنا الجامعات بتساهم بطريقة بتأخذ فند يعني تأخذ أموال مدعومة من وزارة الصحة أو من شركات خاصة عشان تطور البحث فهي حلقة يعني زي حلقة دائرية يعني كاتش 22 زي ما بسموها فإذا ما بديت من الأساس ما ستوصل لنتيجة لازم تبدأ تبني شوي شوي بس معلش أرطيني دقيقة واحدة أخي الكريم بدي أرد على الدكتور من لبنان إسماعيل اسمه معلش أنا بدي أرد عليه أنا بدي أقول له أنا بدي أقول له نظرية المؤامرة هي جزء كبير من سبب أنه جواب السؤال تبعي أنه العالم العربي عندنا ما بيتطور هنيئا لشركات الأدوية بالربح تبعهم مقابل إنقاذ البشرية في وجود لقاح لازم نقف والله لازم نقف احتراما لهذول العلماء اللي يطوروا لقاح خلال عشر شهور طبعا الناس تفهم أنه اللقاح هذا السلط يعني سرعوا وسلقوا وسلق في الحقيقة هو لا الـ mRNA technology الـ platform تبعها إحنا أنا شخصيا بشتغل عليها في المختبرات عندي من عشرين سنة هو ليس جديدا هو نتائج بحث وعناء وتعب وجهد والحكومة بتشجع الناس بتشجع المؤسسات الأكاديمية بتشجع المستشفيات البحثين والأبحاث بدل ما إحنا نشجع أبحاثنا ونشجع الناس ونحاول نتواكب مع العلم ونقدر العلم ونقدر العلماء العلم ليس وجهة نظر يا إخوان العلم حقائق تجارب تاريخ نظريات المؤامرة ما حدا بيجي برد تاخد اللقاح لكن أنا بشوف 500 ألف واحد توفوا لغاية الآن في أمريكا أكثر دولة أصيبت في جائحة كورونا هي أمريكا المليونين مليونين توفوا حول العالم ملايين الناس أصيبوا العلماء الأوبئة العلماء العالم كله بتقول لك لا سبيل الخروج من هذه الأزمة إلا باللقاح وما في لقاح طور لغاية هذه اللحظة أعطيني لقاح واحد طور لغاية هذه اللحظة ضر البشرية ضر الناس اللقاحات أنقذت ملايين الأشخاص حول العالم خلال السنوات اللي السابقة وأنت دكتور بتعرف الموضوع هذا بالفعل أنا من موقع هذا أنا من موقع هذا بشجع كل الناس تترك نظرية المؤامرة هذا المرض خطير هذا الوباء خطير جدا 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 وليست إعلام وتأخذ اللقاح واللقاح لا المقارنة إحنا قاعدة في الطب تقول maximize benefit minimize harm يعني ما في شيء 100% مضمون لما تسوق سيارتك أنت معرض أنك تموت فاللي بقوله أن اللقاحات إلها site effects وإلها عراض جانبية وكذا 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 هذا الكلام صحيح الفكرة واضحة ووصلت إلى الدكتور إسماعيل سكرية دكتور أنت كنت في قلب السياسات الصيدلانية والسياسات الطبية في لبنان عندما كنت نائبا ومسؤولا عن هذه اللجنة لماذا هذا التأخر في الدول العربية في صناعة الأدوية بشكل عام حتى لا يعني للحصر على سبيل المقارنة مع اللقاحات فقط بس نعم بس أذا بتسمح لتعليق سريع على الكلام الأخ باتقي الدكتور بلاز عيتر بلندن أنه عم نحكي عن الدواء نحن أولا وفقني على بعض الأشياء مشكورا وأنا بوافق طبعا أنه كل الصناعات الأخرى السياحة وسياة كله بده يربح طبيعي هذا بس نحن عم نحكي عن شركات الدواء سائبة يعني بس ما يحولها لمزح بالآخر أنه لما عم قول في ضغط وتهديد وبيعرف أنه بعده موجود الضغط والتهديد الإعلامي أنه ما بيأخذ ما بيسفر ما بيروح ما بيجي ما كذا ما يحولها أنه الشرطة عم تروح على البيت وتضغط ما لو نحنا بالعكس يعني خلينا بمستوى القضية عودة للدكتور دايفاك اللي بميشيغان أنا ما قلت مؤامرة حدا جاي بصيرت المؤامرة ما عم بحكي على المؤامرة أنا عم بحكي على أسلوب الربح وبالربح وهذا بإنها يحقهم ما جايب طبيعي التلقيح طبيعي أنا طبيب وبفهم في جاي حفي ضده في شيء اسمه تلقيح أنا ما رفضت التلقيح ولا جايب سيرت المؤامرة شيء غريب يا أخونا أنت اللي عم تسألنا الأسئلة في شغلي بلاحظة أنا غريبة وأنا لابد ها بد أعمل عليها مقالة طويلة عريضة أنه ما بيلحق واحدنا يسأل سؤال أنه لك يا خي ليش مثلا قلتوا ما منتحمل مسؤولية مضعبة ليش بهالسرعة عملتوا ليش عم تهددوا مجرد سؤال مش مشروع نسأل تفضل لك الحرية في الإجابة تفضل مضبوط بس ما قالوا الحرية يقولوا لك هاي نظرية المؤامرة ولك هاي دي كلمة أي مؤامرة ولك بكفي نحن أنظمتنا العربية احترق نفس العرب بسبب كلمة المؤامرة بنينا غلط كل ما بدوا يحكي لو يحدين ينتقلوا له هاي مؤامرة هاو الموضوع مختلف أنا طبيب وعم بسأل تساؤلات علمية مشروعة من أين دغري فز ووصل لي على المؤامرة شو خص المؤامرة بالموضوع عكل حال بتحدى تأملي حلقة كاملة أنا وياه وبفرجيك ساعتها وين في أماكن أخرى فيها مؤامرة وإلي حق على الأقل اسأل عم بسأل أنا ما عمقول ما عم برفض مبدأ التلقيح مجرد عم بسأل مش أكتر ما منرجع بالدول العربية اسمح لي ساعدك بسؤال سألتني إيه أنا بقول لك ما في قرار سياسي وإرادي لتصنيع دوائي وطني جيد هاي وحدي تانيا كمان فيه تربص فيك أذا بتصنع تذكر سنة 1987 المصنع الشفاء السوداني حاول يصنع دواء واستعان بخبرة ألمان راح الطائرات الأمريكية قصفيته بحجة أنه مصنع كيميائي 1987 ما نحط رأسنا تحت الرمل وأنه كل شيء نقدمه وكأنه وانتم حال مقاعدين إلى آخره طيب بالبنان سؤالك شو أنه لاش ما عم نطور نحنا نعم بالفعل لماذا نطور من الصناعات وهي صناعات مربحة في نهاية المطاف سياسة وفلسفة الدولة النظام اللبناني هذا الحقيقة إذا أريد أن أعطيك الجواب الجدي ما أريد أن أحكي هذه كلام النظام اللبناني الذي تركيبته نظام سياسي طائفي إلى آخره فلسفته دائما تشجيع الخاص لأنه يحاكي 18 طائفي وانتماءات مختلفة وارطبطات خارج ما بيشجع أي شيء عام بيشجع التعليم الخاص على حساب التعليم العام يشجع الاستشفاء الخاص على حساب الاستشفاء العام كذلك يشجع الاستيراد بالدواء ولا يشجع نحن بعدنا 8% صناعة وطنية دواء و92 استيراد ما في ترجية ولا في قرار أنه يشجع نعم دكتور بلال أترك لك الكلمة التي تعقب فيه دقيقة من فضل قبل ختام حلقة اليوم أعتقد أن أزمة كورونا ما بعدها ليس كما قبلها هي الكاشفة هي التي أثبتت أن علينا كدول أن نتوقف على الاعتماد على الخارج عندما رأينا دول عظمى في بداية الأزمة مثل أمريكا تتسول هيدروسي كلوروكوين من الهند وتتسول الكمامات من الصين حرب اللقاحات أثبتت أنه لا بديل عن بحث أو تطوير الصناعات الدوائية نحن لا نريد للدول العربية أن تكتفي بإعادة تصنيع الأدوية الجنريكس منتهية براءة الاختراع علينا أن ندعم البحث العلمي من الجامعات علينا أن نطرق المناطق الحساسة أدوية البيوتكنولوجي اللقاحات لماذا لا تصنع اللقاحات في الدول العربية أنا أقول لك أنه مجرد كسل وأستسهال لا أكثر ولكن كثير من الدول ومن ضمنها دول عظمى وقعت في هذا الفخ لماذا نستورد كما ماتنا من الصين لماذا نستورد الأدوية من الهند التحولت الهند إلى مصنع العالم في الأدوية فبالتالي هناك كثير من الأشياء التي ستتغير بعد الكورونا هذه الأزمة فتحت أعين كثير من المشرعين عن ضرورة أن الأمن الدوائي هو جزء من الأمن الوطني وأنه كما تهتم أنت بالجيوش عليك أن تهتم أيضا بأصحة من جميع النوع الفكرة واضحة الأمن الدوائي في الدول العربية دكتور غسان في دقيقة هل سيدفع الدول العربية وصانع أي سياسات في الدول العربية في نهاية المطاف إلى الاستيقاظ من هذا النوم العميق في هذا المجال أبدا ولا حيستيقظه قبل ما يستيقظ لازم يهتموا بالفرد أول عشان تصير مجتمع لأنه إذا ما في فرد اهتمام بالفرد وما في حرية سياسية وحرية دينية وحرية فكرية ما حنوصل للي نحاول أن نوصل له الجامعات لدينا معطلة فقط زي ما تفضل الدكتور من القاهرة إحنا لا نصنع لا لدينا اختراعات أصلا هو واحد يقدم مشروع اختراع لمعين يضحكوا عليه إحنا كنا في الجامعات العربية أنا توصني من الجامعات العربية يعني عشان نراجحها يعني شي مضحك جدا مستوى التفكير مستوى التفكير عند الناس لازم يتغير الكولتشر لازم تتغير فطبعا نتمنى نتمنى أنه تيجينا حكومات تكون البحث العلمي جزء وإن شاء الله تعلمنا من الدرس هذا درس كورونا أنه البحث العلمي يكون يعني مقياس مهم هذا ما نتمنى دكتور إسلام فيه دقيقة هل حنى الوقت لكي تستيقظ هذه الإدارات وصناعة السياسات في الدول العربية بعد هذه جائحة جائحة كورونا نتمنى ذلك نتمنى يتم ضخ يعني أموال في الخطط البحثية في الجامعات يعني هو ده الأساس إحنا ما نقدرش نخترع دواء بدون جماعات وبدون خطة بحثية على فكرة إحنا البوطن العربي كله ما فيهوش خطة بحثية يعني رسالة مجسير رسالة الدكتوراه دي مش خطة بحثية خطة بحثية بيخش فيها كل الباحثين بكل الرسائل إنهما في الآخر يبقى فيه استراتيجية وتهدف إلى شيء معين واختراع معين وممنوح من الدولة ومساعد من الدولة الحاجة الثانية إنه إحنا ما نطرقش على مستوى العالمي كمان ما نطرقش كل البحث العلمي لشركات الدواء لأنها هدفة للربح وده حقها هي شركات هدفة للربح ولكن إحنا هيزهل لنا أوبئة كثيرا وهيزهل لنا مشاكل في المستقبل بسبب إن إحنا عندنا الأدوية بتاعتها واللقاحات مش مربحة فأتمنى إن إحنا الدول تبتقي تركز كمان في البحث الطوير على مستوى العالمي زي مثلا المضاد البكتيريا لأن القادم هيبقى غالبا من البكتيريا مش من الفروسات بسبب المقاومة للمضادات الحيوية شكرا جزيلا لك دكتور إسلام